موسيقى صفحة جديدة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس وهالمرة الفنان التشكيلي رمزي سلامي بيعطيكم موعد مشاهدينا مع اخر معرض لقلق بعنوان ايفادو بجالوري اسفي بالصيفي 26 عمل بضم لوحات رائعة بتبرز الطبيعة اللبنانية باجمل الوينة راح نتعرف اكتر على هالفنان وعلى اعماله اهلا وسهلا فيك سيد رمزي شرفتنا ومنهنيك على هالمعرض الجديد بعد غياب فترة طويلة فينا نول الاول معرض لقلق كان عام 99 ثاني معرض لقلق عام 2001 واليوم ترجع لنا بعد 12 سنة بثالث معرض فردي لقلق بلبنان ولكن خلال هالفترة قدمت معارض كتيري بالدول الاوروبية لماذا هلأ رجعت على لبنان بمعرض جديد او شي بتجيع من السوليدير اللي شجعوني لارجع وبعدين قلت انا صار لازم فرج اعمالي بالبنان بعد هالفترة طويلة اللي كنت اعرض فيها باكترشي باوروبا يعني فرنسا وسويسرا وبلجيكا نعم قرارت ترجع لبنان كمان لتفرجينا اعمالك الجديدة من البداية سيد رمزي بترسم او بتستعرض الطبيعة اللبنانية نعم بالاساس بلشت بالطبيعة وبعدنا بالطبيعة اللبنانية وطبيعة بحر الابيض متوسط نعم يعني لبنان والمدترينيان مدترينيان مشاهدة رائعة بتخلينا نشعر بحنين على لبنان الجميل لبنان اذا بدك تراس اللي بنعرفه اللي كلنا عنا حنين لقلو هون بدي خبر المشاهدين انه الى جانب الرسم حضرتك كاتب معروف كمان ورجل اعمال ولكن في كتير تناقض اذا بدك بين كتابتك ورسميتك نعم الرسم هو الطبيعة بالنسبة للي يعني انا عم برسمه الطبيعة الحجر البحر السماء الشجر الطبيعة الحلوة القوية بألوان فاعة بألوان مريحة لانه هي الطبيعة ما بتكذب هي مريحة طبيعة هي الحقيقة هي الحقيقة موجودة ما بتتزيف ما بتتزيف بينما كتابتك سيد رمزي أنا كتاباتي بوصف فيهم طبيعة الانسان بوصف فيهم يعني هني رويات تاريخية إنما من خلالها بفرجي طبيعة الانسان والنزاع اللي بقوم فيه لكن وصفك كتير قاسي سيد رمزي قاسي ومتعب ايه أنا عم بوصف الحقيقة اللي بشوفها بالانسان نعم بتقول لما بتكتب بتتعب ولما بترسم بترتاح نعم كيف؟ بس اكتب لأنه عم بوصف وطافل بس اللي بيكتب رواية بيعيشها يعني بيكون النيح بيكون العاطب بيكون الطي بيكون اللي يقتل لآخره بتحذب بس ارسم كانوا عم بعمل سفرة بالرات الحياة العادية بارتاح يعني نوع إذا بدك علاج ترابي لأ 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 لما بتكتب بتكتب عن الإنسان بتكتب عن الإنسان عامة سيد رمزي أو عن الإنسان بالمجتمع اللبناني أنا أخذ كتبي عن من واقع تاريخ اللبناني بس الإنسان هو نفسه طبيعته هي نفسه ما بيتغير وين مكان بالعالم؟ بالعالم هي ذاته يعني عنده نفس الأنانية ونفس الجشعة يعني خلال غيابك أكتر من عشر سنين عن لبنان والمجتمع عنه اكتشفت أنه الإنسان هو ذاته وين مكان بكل دول العالم؟ الحقيقة أنا ما غبت كثير عن لبنان يعني كوجود إنا بس بالرسم نعم ما كنت عامل معارض هوني لأنه كنت حاسس أنه برا فيها جدية أكتر يعني تأدير لعملي أكتر من مسيرة بس هو بالحقيقة بالخبرة تبعي نعم الإنسان هو ذاته بس يرجع بس تحكيه بيرجع طبيعته نعم وبرهان عزيزيك الحروب وينما كان والمأساة وينما كان مش 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 بس موجودة بلبنان بتأمل سيد رمزي نستقبلك بحلقة مقبلة حتى نتعمق أكتر بكتابتك ولكن هلأ بنركز على الرسمات أو لوحات الفنية اللي عن جد بتاخد العقل عم نشوفها هلأ على الشاشة ألوان صاغبة ألوان فرحة ألوان حلوة نحن حتى بنرتاح نحن وعن نشوفها هذي مشاهد موجودة بالطبيعة اللبنانية أو بتستخدم مخيلتك لا هي موجودة في مخيلتي يعني إذا شفتها شوي نزعوها بيجع بحسنها أو برجعها متما كانت أنه بتعرفي حتى الطبيعة اللبنانية كمان شوهت معرفيت شوي برجع برجع برجعه متما أنا بديه متما أنا بحب شوفه ما أنت بتتمنى تشوفه ليش ما بديه أرجع للكتابة ليش ما بتكتب عن اللبنان اللي أنت بتتمنيه أو الإنسان اللي أنت بتتمنيه هو بكتب على طول فيه تناقض بين الإنسان اللي أنا بتمنيه والإنسان اللي موجود أو اللي بشايفه أنه ما لازم يكون هاي نعم يعني منه بس عن وهيدا فيه صراع بيناتهم عم بتطلع بأعمالك سيد رمزي وبحس كأنه الألوان عم تطلع من اللوحة نعم أصدا هالألوان بتحب تكون وكأنه ثوي دي نعم أنا طريقة رسمي هاك بجرب تكون ألواني سميكي شوي طار عبرات اللوحة أنا الهدف طبع أنه بس يوحد يطلع على اللوحة يرتاح انت متفائل كتير برسمتك أنا متفائل بالحقيقة بعض المشاهدين اللي عم بيحضرونا وممكن عم بيتساءلوا هل بالفعل هل مشاهد موجودة بلبنان نعم مضبوط هذه موجودة قسم منها بلبنان في قسم منها تلك بالبحر الأبيض متوسط كل هالأعمال عملت خصيصا لها المعرض أو هي من الأعمال اللي قدمت عبر سنين؟ أنا عندي كمية كبيرة من اللوحات اخترت منها هاللوحات وعرضتهم نعم 26 عمل بيستعرض الطبيعة بلبنان والمنطقة عم بيتقدموا بجالوري اسفا بالصيفي الافتتاح كان بسبعة تشرين الثاني لأي متى مستمر المعرض؟ مستمر لستة عشر تشرين الثاني نهار السبت نعم كيف بتتراوح أحجام هاللوحات؟ في من الحجم متر متر وعشرين متر لحجم خمسين بسبعين يعني عدة أحجام مش حجم واحد في حجم كبير حجم صغير حسب اللوحة سيد رمزي كمان اكتشفنا أنه عندك شغف للنحت بس هاي دي شغلي كتير بعدها بداية عندي يعني منى تجاه هيك بتلعبالي شغل إيدي يعني بشوية نحت بشوية كذا بس منى يعني بعتبر حالي جدي فيها وين أسهل عليك أنه تعبر عن الحال اللي أنت موجود فيها بالرسم؟ بالكتابة؟ نعم أكيد بالكتابة أو بالنحت مؤخرا؟ بالكتابة لأنه كتابة فيها توصف أكتر بكتير وتفرجي أكتر بكتير الشعور والأفكار نعم منه دي كيه بينما الرسم أو الرسم إذا واحد تطلع اللاحظة واحد يشوفها بتما هو بيحب يشوفها بتما هو نعم راح تكمل برسم الطبيعة اللبنانية والمنطقة؟ نعم أكيد نحنا كمان متحمسين حتى نشوف أعمالك القدمة وندعي كل المشاهدين حتى يتوجهوا على جالوري اس في بالصيفي حتى يشوفوا هالأعمال الرائعة شكرا لوجودك معنا سيد درمزي وأهلا وسهلا فيك شكرا لألكم مشاهدين على اللايفي جديد بكرة الصباح 8 ونص أنا راح كون على الموعد بتأمل انتو كمان تكونوا باي باي شكرا للمشاهدة